بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نواصل دائما في شابتر 1 ونشوف الآن اللي هو Lecture 6 نشوفيه اللي هو Mathematical Function الـ Predefined Constant الـ Constant الثوابت المعرفة مسابقا عند المثلاب طبعا المثلاب عنده عنده Predefined Mathematical Functions يعني ليه الفنكشنز المتوفرة فيه جاهزة أصلا تساعدنا نحن على Technical Computation أي حسابات وهذه فيها Large Set of Mathematical Functions مكتبة غنية جدا للـ Functions فيها أي استخدامات أي أن كان مجالك تلقاه موجودة جاهزة عندك نحن هنا هنستخدم منها اللي هي Common Use Function اللي مستخدمة كثير اللي هنتعرض لها في هذا الكورس الصين والكوسين وهذه المجموعة نحن نعرف لها لو بدك تعرف صين تروح مباشرة نفتح قوس صين تفتح قوس تحط داخله X وتسكر عليها القوس X يال A-Sine A-Cosine A-Tan هذه اللي هي الدوالة العكسية مثلا ايش هو A-Cosine اللي هو Cosine قوة ناقص واحد بـ X اللي هو الدالة العكسية ايش هو SQRT اللي هو الجذر التربيعي بـ X الـ X الـ X-P اللي هي الدالة العكسية اللوغ اللوغ الطبيعي اللوغ F-X اللوغ العشري هذا اللوغ F-10 كيف ترجمها على المثلة بترجمها بهذا الشكل فيه كمان لو بدي استخدم القيمة المطلقة لـ X تعطيني كده يلا هلو بدنا نعرف X مثلا لها قيمة معينة بدنا نعرف مثلا لها نقول هنا 1.2 وعندي 0 وعندي 3.8 هذه الـ X إذا قلت له أعطيني اللنغ تبعها الطول تبعها حيقول لي طولها كم حيروح اللنغ تعني احسب لي كم عنصر موجود فيها حيقول لي 4 3 عفون حيقول لي فيها 3 عناصر number of element of X لو قلت له الماكسيمم حيقول لي كم حيقول لي 3.8 لو قلت له المينمم حيقول لي 0 C الأشية السيل هذه تعني اللي هو السقف هنا تقريب around toward infinity يعني يقربها لزايد ملانها يعني للعدد اللي فوقها العدد الصحيح اللي فوقها كيف 1.2 حيقربها إلى كم أيش العدد الصحيح اللي فوقها 2 الصفر حيخلي الصفر 3.8 أيش العدد اللي فوقها 4 طب الفلور الفلور تعني الأرضية حيقربها لما ينص infinity إذن 1.2 حيقربه إلى كم إلى 1 والصفر حيخليه صفر لأنه هذا عدد صحيح 3.8 العدد اللي تحت هو 3 أوكي around nearest integer around هنا أيش يستخدم يستخدم اللي هو التقريب يقربها لأقرب عدد منها 1.2 أقرب عدد صحيح لها 1 أقرب لهم ل2 الصفر حيخليه 3.8 أقرب هي للأربعة ولا للثلاثة أقرب هي للأربعة الصورتينج اللي هو التغتيب ascending كيف أرتب العناصر هذي نبدأ بالصفر 1.2 و 3.8 من الأسغار إلى الأكبر البروداكت إيش هو لو ضربت هذه كلها في بعض حتعطيني كام البروداكت لو ضربت العناصر الموجودة في هذه الميتريكس حتعطيني كام حتعطيني الصفر ليش لأنه مجرد أنه فيها الصفر يعني أنه خلاص الصم اللي هو مجموعة مجموعة هذه العناصر كلها هنا خمسة 1.2 زائد 0 زائد 3.8 أوكي في عندنا كمان البردفاين فاريابل مثلا الأنصر هذي من وين تيجي لو جيت على المتلاب حطيت له حطيت له 1 زائد 2 بدون ما تعطيها اسم هيعطيها الأنصر هيحفظها باسم الأنصر داخل الوركس بيس ما نشايفين هنا اللي هو قول لك إيش هنا default variable name for pi اللي هو pi هذا المعروف عندنا نعرف أنه قيمته 3.14 إذن هذا معروف لو بدك تستخدمه في المتلاب تستخدمه PI إيش يقولي smallest increment number أقل العنصر ممكن يستخدمه في المتلاب اللي هو إي أبس أخذه هنا إي أبس إيش تعني هذا الكلام 2.22 e to power minus 16 يقول لك هذا إيش اللي هو 2 عفوا 2.22 2.22 مضروبة في عشرة قوة ناقص 16 هذا هو معنى e to power minus 16 يعني مضروبة في عشرة قوة ناقص 16 وفي عندنا كمان اللي هو infinity هذه معروفة اللي هي زيد ما لنهاية أو ناقص ما لنهاية النن لما تيجي تقسم الصفر على الصفر حيقول لك هذا العدد غير معرف مسبق not a number not a number هذه نستخدمها بالعداد التخيلية لما تيجي تقولي ثلاثة زايد أربعة I فهو I وال J يستخدمهم كعداد تخيلية نشوفهم إن شاء الله بعد الريال مين أقل العنصر موجود في الماثلاب وريال ماكس أكبر عنصر موجود في الماثلاب إيش هو أكبر عنصر ريال ماكس ورحنا نحفظه هنا اللي هو 1.79 مضروب في عشرة قوة كام 308 أقل عنصر في الماثلاب اللي هو اللي هو أقربها للصفر يعني 2.22 مضروبة في عشرة قوة ناقص 308 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته